إذن ينضم إلينا الدكتور محمد بن حمو الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية حياك الله دكتور أهلا بك أهلا سهلا جوهرة إذن هناك ضربات جوية مكثفة عملية عسكرية تستهدف تنظيم داعش هل هو فعلا يعيش حالة من الانحصار والتراجع؟ أكيد أن هناك خناق يضرب الآن على داعش في سوريا والعراق وأكيد أن العمليات العسكرية الجارية سواء في سوريا أو في العراق تؤشر إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة حاسمة على الأقل فيما يرتبط باستمرار سيطرة داعش الترابية والميدانية حيث أن نهاية داعش لا تبدو قريبة ولكن نهاية السيطرة ربما الميدانية والمجالية لداعش سواء في سوريا والعراق تبدو غير بعيدة وإن كان هذا الزمن لنكون قريبا بالشكل الذي ينتظر هل يملك معطيات عن الخسائر التي تكبدها؟ هناك معطيات قد تكون متفاوتة سواء في سوريا والعراق ولكن فيما يرتبط بجانب ما خسره من قدراته القتالية ومن ما يرتبط بالمقاتلين المنتمين إليه في سوريا والعراق يلاحظ بأن هذا العدد انخفض إلى أقل من 50% ثم فيما يرتبط بسيطرته المجالية والميدانية قد الآن أصبحت لا تتجاوز 40% مما كان يسيطر عليها داعش في السابق وبالتالي المرحلة القادمة خاصة المعركة القائمة الآن في الفلوجة بالأساس والعين هي على الموصل وكذلك في الرقة في سوريا فهي تؤكد بأن هذا التنظيم قد يواجه صعوبات في الاستمرار في السيطرة الميدانية والمجالية على هذه المجالات ولكن لا يمكن إغفال بأنه له تكتيك وستراتيجية لمبعد طيب فقد الكثير من المزحات التي كان يسيطر عليها كلما ضاق عليه الخناق يضرب كذلك في الخارج الآن هناك إجراءات أمنية مشددة كيف سيتعامل داعش مع هذه الخسارة المتوالية له؟ أكيد أن هذا التنظيم كما هي حال التنظيمات الإرهابية لها قدرات كبيرة على التأقلم ولها قدرات كبيرة على إعادة هيكلة تنظيمتها ولها قدرات كبيرة كذلك على مواجهة كل ما يمكن أن يقف في وجه نموها أو استمرارها بالأحراف طيب هل لا تعتقد أنه ربما يفكر في تواجد افتراضي ويتخلى عن المساحات الملموسة؟ لا أعتقد بأنه سيستمر بأن التنظيم سيستمر في محاولة الدفاع عن هذه المجالات والمساحات التي يسيطر عليها إلى أبعد نقطة عمليا يمكن ذلك؟ لن يتمكن من ذلك على المدى المتوسط والبعيد لن يتمكن من ذلك إذا سألتك عن التواجد الافتراضي؟ فعلا سيستمر في نشاطه الافتراضي ولكن ما سيكون المرحلة القادمة نحن نلاحظ بأن الآن معركة الفلوجة التي تبدو بأنها قاب قوسين أو أدنى من الحسم ستكون ربما حسما ظاهريا أما في الواقع سيستمر هذا التنظيم فهو يلغم الكثير من الممرات والطرق ويلجأ إلى استخدام الكثير من الدروع البشرية بهذه المدن ثم سيقوم بالعديد من العمليات كذلك الانتحارية وتفقيق العديد من المجالات فبالتالي معركة القذف بهم خارج هذه المجالات ستأخذ وقتا وستكون مكلفة طيب ترك هذا الوحش يتوغل الآن أصبح صعب ربما السيطر عليه وانحصاره كذلك ولكن لماذا أصبح اليوم في مرمى القذف هل يتعلق الأمر بتغيرات استراتيجية أم بتحالفات جديدة ناشئة؟ أكيد أن هناك العديد من التحولات التي عرفتها المواقف وبالنسبة للقواء الكبرى والعديد كذلك من التوافقات التي وقعت داخل المنطقات ثم كان هناك كبح لبعض الأجندات المتداخلة ثم هناك قلب للعديد من التوازنات الداخلية سواء في سوريا والعراق فنلاحظ أنه حاليا هناك اعتماد كبير لأن ما يمكن ملاحظته الآن هو أن التحالف الدولي والقوات الغربية تفادت تدخل البري المباشر الذي كانت تتخوف منه كثيرا لتكلفته البشرية ولعدم ضمن نتائجه فهي اعتمادت في العراق على الجيش وهو ما تعتمد عليه الآن على الجيش والقوات الأمنية العراقية إضافة إلى الحشد الشعبي مع ما لذلك من خلفيات طائفية ومع ما سينتج عن ذلك كذلك وما نتجه من خلال العملية السابقة من نتائج سلبية أسمح لي فقط إذا سمحت لي دكتور نفتح قوس عن هل يمكن أن تكون ليبيا الملجأ؟ أكيد أن ليبيا أصبحت تظهر هي الملجأ وهذا ما تمت ملاحظته خلال هذه السنة نلاحظ فقط أن عدد الإرهابيين المنطوين تحت رواء داعش المتواجدين بليبيا كان لا يتجوز أو بلغ في أقصى 3500 مقاتل داعش إرهابي في الشريط المتوسطي الليبي هذا العدد ارتفع الآن إلى أزيد من 7500 وهو مؤهل إلى أن يرتفع أكثر طيب هل تعامل مع داعش في سوريا والعراق أيسر أهوى أم في ليبيا يكون أكثر تعقيدا؟ أعتقد بأن كل مصرح للعمليات له ما يفرز من معطيات ويشكل معركة خاصة ما يمكنه ملاحظته الآن هو أن داعش غول برؤوس متعددة وأن داعش ليس تنظيم موحد وليس كذلك بجيش نظامي تقليدي لذلك في كل مصرح للعمليات سواء العراقي أو السوري أو الآن الليبي هناك يمكنه اعتبار العديد من الفاعلين والمتدخلين محليا والعديد من الأنجانات المحلية وكذلك طبيعة المقاتلين وطبيعة القيادة داخل كل منطقة لها خصوصيتها فبالتالي داعش لا يمكن اعتبارها بأنها تنظيم موحد يسيطر على هذه المجالات بشكل موحد ولكن الفكر وللأسف الأسلوب وكذلك الأهداف وما عرفته هذه المرحلة من تطور باعتبار أن هذا التنظيم الإرهابي استطاع أن يستحوذ وأن يسير ويدبر مجالات ترابية هذا هو الذي سينتهي لا محالة في المستقبل المتوسط طيب كيف تنظر دول الجوار طبعا في المشرقة أتحدث ماذا عن تركيا إيران كذلك سعودية نعم هناك مواقف بين هذه الدول متضاربة أحيانا متناقضة في المصالح ثم أجندات كذلك متباعدة إن لم أقل متناقضة بين هذه الأطراف ولكن في جميع الأحوال تبدو الآن هذه الدول وبالأساس تركيا قد أصبحت تكتوي بنار داعش التي يمكن ملاحظة بأنه في الشهور الأخيرة هناك نقل لكثير من العمليات الإرهابية داخل التراب التركي خاصة تلك التي مصدرها هي داعش إيران قد تبدو في هذه المرحلة وخاصة منذ التدخل الروسي قد فقدت اليد والقدرة على الاستمرار في تدبير خيوط أزمات هذه المنطقة والسعودية إلى غاية الآن أعتقد أن التدخل الروسي وإعادة بعطرة الأوراق سواء في سوريا أو في العراق وكذلك هذا التوافق الأمريكي الروسي وإن كان في شكل صفقة خفية فهو جعل من مواقف وكذلك أجندات هذه الدول تخفت وتعود إلى المرتبة الثانية تحدثنا من قبل في هذه النشرة عن ما قاله ديمستورا عن بدأ المفاوضات ربما ليس قبل أسبوعين أو ثلاثة هل مازال يحق لنا أن نحلم بإمكانية توصول إلى اتفاق سياسي ربما يبعث القليل ولو القليل من الأمل في آخر نفق أكيد أن ما يؤرق الآن هو إشكالية كيف يمكن تمديد الساكنة التي هي تعيش حالة حصار بما يمكن إبعاد شبح المجاعة عنها والأطفال يموت نجوعا والشيوخ يموت نجوعا وهناك حالة إنسانية مأساوية تعيشها ساكنة في هذه المنطقة في هذا الضرف بالتالي الأولوية ربما الآن هي كيف يمكن أن يكون هناك طريق للإمدادات في ما يرتبط بالعودة إلى التفاوض والخروج من هذا النفق أعتقد بأن هناك التدخل الروسي خلق لكثيرا التوازنات الداخلية ونحن نعلم بأن كل الأطراف لا تريد أن تدبلغ درجة التفاوض وطاولة التفاوض إلا إذا عززت مواقعها ميدانيا فهناك الآن دفع سواء بالقوات الديمقراطية أو كذلك بالأكراد إلى تحقيق مكاسب جديدة وإلى المعارضة كذلك السورية لتحقيق مكاسب جديدة حتى يكون هناك نوع من التكافؤ وخاصة حتى يمكن البلوغ إلى ذلك التفاوض والحل السياسي الذي يظل مرهونا برأس ومصير الأسد وأعتقد بأن الروسيا الآن أصبحت ربما أكثر استعدادا للتخلي عن الأسد في أفق قد يكون متوسط شكرا جزيلا لكم دكتور على كل هذه التوضيحات